وقفت على حديث أن الله يغفر للزاني ولا يغفر للذي يغتاب أحد تقول يعني نحن في وقتنا و زماننا و شبابنا ممكن اغتابنا و كذا ماذا نفعل حتى نتخلص من هذا الذنب أختم عبد الله بارك الله فيك أولا يقول الله جل وعلا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و يقول الله جل وعلا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى و يقول جل وعلا إلا من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ظَحِيمًا و يقول جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا و أنا و يقول جل وعلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله جل وعلا طبعا بعدما تاب على آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نصوص كثيرة في القرآن و السنة تدلنا على أن الله غفار الذنوب و لذلك أي إنسان لقي الله عز وجل بذنب غير الشرك بله غير الشرك لأن الشرك لا يغفره الله قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار أي إنسان لقي الله يوم القيامة بذنب غير الشرك و لم يتب منه يعني من هذا الذنب فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له فضلا منه جل وعلا و إن شاء عذبه على قدر ذنبه عدلا منه سبحانه وتعالى ثم يرده إلى الجنة إن كان من الموحدين إن كان من أهل لا إله إلا الله حقا و صدقا بمعنى أتى بمقتضياتها و بشروطها أما الحديث الذي ذكرته هذا حديث لا أصل له يا أخت الفاضنا هذا الحديث الذي روجه بعض الناس لا أصل له أن الله تعالى يغفر كل ذنب إلا الغيبة هذا كذب على النبي عليه الصلاة و السلام و لذلك الغيبة و النميمة و الكذب و الزنا و السرقة و شرب الخمر و أكل الربا و كل الذنوب هذه إذا الإنسان ما تاب إلى الله و لقيه فهي ذنوب لا يخلد في النار و إنما يعاقب على قدر هذا الذنب على قدر هذا الذنب هذا إذا لم يغفر الله عز وجله ابتداء أما إذا غفر الله عز وجله ابتداء أدخله الجنة و أما إذا عذبه فإن يعذب على قدر هذا الذنب إلى أمد و ليس إلى أبد إلى أمد يعني إلى وقت و ليس إلى أبد بالنسبة لمن لقي الله عز وجل و قد اغتاب إنسانا مثلا و لم يتب إلى الله من الغيبة فإنه تأخذ من حسناتي و يعطى لي هذا الذي اغتبتيه مثلا يأخذ من حسنات المغتاب و يعطى لي حسنات يوضع في ميزاني حسنات هذا الذي اغتبتيه مثلا لكن إن تبت إلى الله عز وجل في الدنيا و لقيت الله تائب من هذا الذنب الحمد لله يتوب الله عز وجل عليك يبقى حق هذا الإنسان ربنا جل و علا يعوضه يوم القيامة خيرا الله عز وجل يبقى حق هذا المغتاب يبقى حق هذا المظروم يوم القيامة يطالب بحقه يطالب إلا إذا سمح هو في الدنيا يعني قلتي له والله سامحني أنا اغتبتك أنا يعني اعتديت عليك بالكلام فسامح من طيبي نفس مثلا و رضا خاطر و قال خلاص أنا الحمد لله واستغفرتي له وتصدقتي عنه مثلا خلاص القصاص في الدنيا انتهى أما إذا لا يوم القيامة يؤخذ من حسنات و يعطى أو يعوض الله عز وجل يعوض هذا الإنسان خيرا إذا كان عند الإنسان هذا الذي لقي الله بحسنات عظيمة و غفر الله جل وعلا له و لم يعذبه بهذه الطريقة بارك الله فيك و لذلك هذا الحديث لا أصل له يا أخت الفاضة و جميع الذنوب حتى الشرك بالله من تاب إلى الله من الشرك تاب الله عليه و هو شرك لكن إذا لقي العبد ربه مشركا و لم يتم من الشرك لا يغفر الله له و هو خالد مخلد في نار جهدنا